ترأس محافظ العاصمة المؤقتة عدر أحمد سالم ربيع علي والقائم بعمل وزر المياه والبيئة المهندس صوفيق الشركبي اجتماع ضم الأخوة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس فتحي الثقاف ومدير عموم الدوائر بلمؤسسة والمناطق والحقول وخلال الاجتماع الذي كرس لمناقشة عدد من الإشكاليات التي تواجه عمل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أكد سالمين والشركبي أن السلطة المحلية وديوان الوزر سيعملان جنبا إلى جنب لحل كل الإشكاليات التي تواجه المؤسسة خاصة وأن المؤسسة تعاني الكثير في جانب التحصيل أقال سالمين سنعمل على توحيد خطة لإيجاد الحلول السليمة والنجعة التي تمكن المؤسسة من النهوض والقيام بدورها تجاه المواطن من جانبه أكد الشركبي موقفه الداعم لكل الحلول التي تقدمها السلطة المحلية والتي ترمي في نهاية المطاف إلى تحصين أداء الخدمات في المؤسسة وكان المهندس فتح الثقاف قد قدم صورة مجزاعة للإشكاليات التي تواجه المؤسسة والتحديات والعقبات التي استطاعت المؤسسة تجاوزها في الفترة القريبة الماضية اشتركوا في القناة